موسيقى وفي خبر مختلف حذر مركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC أن لبن الخام غير المباستر يعد من أخطر المشروبات في العالم على الإطلاق وذلك لاحتوائه على أنواع من البكتيريا قد تسبب الوفاة في بعض الحالات المزيد من التفاصيل في التقرير التالي أظهر مركز مكافحة الأمراض الأمريكية أن الحليب الذي نحصل عليه من الأبقار والأغنام والماعز والذي لم يتم باسترته يعد من أخطر المشروبات في العالم حيث أن البكتيريا التي تصيب بالمرض فيه لا يتم قتلها إلا عن طريق الباسترة ومن أكثر الفئات تعرضا لخطر هذه البكتيريا في الحليب الخام النساء الحوامل والأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والأعراض التي يمكن أن تظهر على الأشخاص الذين تناولوا الحليب غير المبستر عادة ما تكون قيء وإسهال وألم في البطن وحمى وصدع وألم في كامل الجسد إلا أن معظم الأشخاص يتعافون من الأمراض التي تسببها البكتيريا الضارة في الحليب الخام أو في الأطعم المصنوعة منه خلال فترة قصيرة من الزمن بيد أن بعض الأعراض تتفاقم لتصبح مزمنة أو حتى تهدد بالوفاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر